طبعا هي أكيد راح تكون نسؤولية مشتركة تعرف حضرتك احنا من نسلم المشروع كوزارة عمالوس كان لجهة أكيد راح تستلمها جهة أمنية وجهة قطاعية لإدارة هذه يفترض أيضا أن تراعي بنظر الاعتبار أن تاخد بنظر الاعتبار يعني في كيفية إدارة هذا المدخل بشكل صحيح وأن لا تسمح لي كأن يكون سواء كان لوري أو سيارة صغيرة أو متوسطة الحمل لا أنا أقصد أنه هذه المداخل أكو طرق مخصصة لأصحاب المركبات الكبيرة طبعا أكيد بالضبط يعني أنا بس هاي حتى يكون قلبي مطمئن نعم بالضبط هناك تم عزل مسارات خاصة للشاحنات الكبيرة والمتوسطة وسيارات الحمل طبعا كلها تم أخذها بأكبار هي واحدة من أهم النقاط بصراحة حتى يكون أكو خط خاص لأصحاب المركبات الكبيرة وأيضا لأصحاب المركبات الصغيرة إضافة إلى تفعيل بالحقيقة محطات الوزن في شيء أساسي وضروري اليوم يعني سبب رئيسي بالحقيقة لتخريب أو تشويه طرقنا خصوصا بالطرق الخارجية نعم أو ما يحدث بمصطلح الدارج خلل نقول الروطان نعم هو سبب الأحمال الزايدة أو زيادة الأحمال من قبل هذه الشاحنات ربما لعدم مرورها من خلال محطات وزن صحيح أو عدم اشتغال تلك المحطات الوزن بطريقة أو بأخرى سواء كانت أهمال أو عدم تفعيلها طبعا هذا راح يلقي بالضبط بظلالة بشكل سلبي على الطريق هذا الشيء لن يحدث طبعا في مداخل بغداد إن شاء الله وإن شاء الله ستكون مداخل نموذجية وتليق بالعاصمة بغداد العمل المواد المستخدمة أستاذ مبراس المواد المستخدمة هل هي مواد رصينة حقيقية شركات اللي عملت على هذا المداخل نعم بكل تأكيد يعني ابتداء من عملية إحالة هذه المشاريع الوزارة راعت وتراعي بالحقيقة دائما في كافة المشاريع أن تحيل طبيعة عمل المشروع إلى شركة رصينة متخصصة في هذا المجال تعمل اليوم أحد الشركات اللبنانية في إدارة هذه أو إنشاء بالحقيقة هذه المدخلين بغداد واسط وبغداد اديالة إضافة لدينا مختبرات حقلية من المركز الوطني للمختبرات الإنشائية ولدينا دوار المهندس المقيم طبعا بكل تأكيد تفحص المواصفات المواد الداخلة ومدى مطابقتها وهناك مختبرات حقلية بالحقيقة مو بس ضمن هذه المشاريع وأنا ما فيه كافة مشاريع وزارتنا لغرض وهذا بالحقيقة هو ما تحرص علي الوزارة أن تنجز المشاريع ضمن توقيتات مرسومة وضمن أعلى المواصفات القياسية العراقية المعتمدة متى سيفتتح هذه الطرق؟ يعني هو هذا المداخل؟ متى ستفتتح؟ يعني إحنا اليوم إذا نتكلم الأول منه رح ينفتح؟ على نسب إنجاز تقريباً 2% 1-90% 1-91% وهذا 16 كيلومتر وهذا تقريباً 10 كيلومتر 10 كيلومتر عفواً يعني إن شاء الله يعني خلل نقول بالعام القادم إن شاء الله نشهد افتتاح لهذه المشاريع بالحقيقة اليوم وزارتنا وقدر تعلق الأمر بالوزارة يعني اليوم وزارة العمار والإسكان تعمل ليلة ونهارة في كافة مشاريعها خصوصاً المشاريع اللي ذات مساس مباشر بيه المواطنين اللي هي مشاريع طرق وجسور رح نجعل طرق وجسور أقصد لك أنه أنت قلت العام المقبل منتصف العام المقبل بداية العام المقبل يعني إن شاء الله خلل نقول يعني بداية العام المقبل يعني بداية العام المقبل متعرف بعد يعني تيجي ورما يكمل خلل نقول العمال إن شاء تيجي بعمال التأثيث وعمال اللاند اسكيب يعني ربما يحتاج بعض الوقت لغرض إتمامه وفق ما تم رسمه بالحقيقة لهذه المشاريع لغرض إبرازها وعطائها القيمة اللي هي وضعت من أساس